اشتركوا في القناة بعض الرؤى التي تبشرني بالحظ السعيد في المستقبل هذا هو العنوان رؤى تبشرني بالحظ السعيد في المستقبل ما هي هذه الرؤى يا ترى؟ أول رؤية معنا وهي رؤية الدعاء حظ جيد فيه خير قادم فيه سعادة المشي تحت المطر فيه سعادة العبادات اللي هي النوافل زي قيام الليل ليلة القدر يوم عرفة يوم الجمعة حظ جيد فأل حسن رؤية المفتاح أو فتح الباب بالمفتاح وأنا أشعر بمنتهى السهولة في فتح الباب مع أنني أشعر في المنام أن هذا الباب مغلق ولن يفتح وجفتحها لإيه إن فتح بمنتهى البساطة رؤية الآذان هذه الرؤية جميلة جداً رؤية الصدقات رؤية الشرب من ماء البحر رؤية النظر من النافذة وأرى الطريق والناس يمرون منه رؤية جميلة جداً تدل على الحظ الجيد والسعادة السجابة لدعاء تحقيق أمنية كل الكلام ده جميل جداً رؤية الشرب من ماء البحر رؤية جميلة جداً رؤية الصدقات جميل جداً لما أرى أنني أتصدق في المنام رؤية في غاية الروعة لها علاقة بالمال وصلاح الحال والإيمان وقل فيها مشيت رؤية الجيب الحمراء فرج للشخص المكروب الذي عنده كرب فهذه الرؤية جميلة جداً رؤية الجيب الحمراء رؤية نزول اللبن من ثدي الرجل مال كثير وغنى حظ جيد وسعادة في المستقبل وقدوم خير ورزق ومال رؤية المخيفة اللي كتير من الناس بيخافوا منها وهم مش فهمينها غرفة العمليات غرفة العمليات إيه اللي بيحصل فيها؟ نساء بيدخل بيعمل عملية علشان خاطر فيه مرض في جسمه فبيستقصله فبيعيش بعد كده سعيد ومرتاح نفس المعنى بيدل على راحة في المستقبل رؤية جرح اليد أي جرح في اليد يدل على الرزق والمال وأيضا تدل هذه الرؤية على السفر في المستقبل وسفر سيعوضني أو سيأتي منه مال إن شاء الله تبارك رؤية المرأة أنها تجرح في وجهها خبر صار قادم إليها سوف تسمعه في القريب العاجل إن شاء الله تبارك تبارك وتعال جميل جدا رؤية الدورة الشهرية للمرأة المتزوجة لها أكثر من معنى منها ما هو حمل إذا كانت المرأة تطيق الحمل يعني ما ينفعش امرأة تخطط سن اليأس سنها ستين وسبعين سنة وما عاد عندها دورة شهرية وتشوف الرؤية مثل هذه إن عندها دورة شهرية أو ما نقولها حمل هذا غباء ولذلك إحنا دائما نركز عن العمر أو السن في تفسيرنا للرؤية بنسأل عمرك إيه سنك كام في دورة شهرية ولا ما فيش في دورة شهرية أو تبحثين عن حمل أبشرك بحمل مباشرة أما بخلاف ذلك أيضا الرؤية محمودة وليست مزمومة ولكن لها معنى آخر الرؤية اللي بعد كده وهي رؤية الدقيق الأبيض أجمل من أجمل الرؤى الدقيق الأبيض في الرؤية تدل على الشفاء تدل على راحة البال زوال العقبات والمشاكل وو إلى آخره رؤية اللي جاية دي ودي رؤية يعني محدش يفهمها إلا إذا عاد إلى مفسر أو رجع إلى مفسر وهي رؤية كسر الأصابع هاي أم مفزوع أنا شفت في المنام الأصابع مكسورة كسر الأصابع في المنام حظ جيد ورزق ومال آخر رؤية معنا وهي رؤية شرب الشاي في المنام الشاي ده من أفضل الرؤى في المنام شرب الشاي في المنام رؤية محمودة جدا فأل حسن استقرار رزق مال إن شاء الله تبارك تبارك تعالى تظلونا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته